وما هو السُّحْت؟ السُّحْتُ كلُّ كَسْءٍ مُحَرَّم فهو سُّحْت فيدخل في ذلك الرباء، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك الضش وكلُّ كَسْءٍ مُحَرَّم فهو داخل في لفء السُّحْت ووصف بهذا الوصف المنفّر لوجهي الوجه الأول أنه لا بركة به الوجه الثاني أنه سبب لسحة المال الموجود فهو شرٌّ في نفسه، شرٌّ في غيره ولذلك إذا دخل الحرام على الإنسان، نُزعت البركة من ماله واشتد طلبه للمال، يعني يُبتل بالشُّحْر ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكسر المُحَرَّم وجهه أن الله سماه سُّحْتاً فاحذر أن تخسر الدنيا والآخرة بأكل المُحَرَّم ترجمة نانسي قنقر